شوف يا أخي لما نبقى مبارح بنتكلم عن أستاذ قسامة أنور وعوكاشة وحتى نكتب لكم منخفض الهند الموسمي اللي بعد كده بقى مسلسل اسمه موجة حر هو احنا ظاهر عندنا منخفض الهند الموسمي اليومين دول فجأة درجات الحر بقيت 4041 ده في القاهرة على الترمومتر العربية أنا مش بتاع أرصاد يعني أنا بقولك على ملاحظتي يعني على كل بإذن الله يعدي الحر على خير عارف لو حر من غير رطوبة يبقى 10 على 10 لو أمشي الحالة أي تندى ونقف تحتها شجرة ظريفة كده يعني أنا استظل بأوراقها وبأغصانها الممتدة لكن عايز أخدك على جزء باللي كنت بقوله حالا دلوقتي في تنويه مني على وجود الأستاذ مارفر غالي معانا النهاردة في الفقرة الرئيسية بتاعتنا ويمكن النهاردة برضو على حظي الجيد كنت أعب بتكلم مع دكتور باهر دويدار الكاتب والسيناريست الشهير جدا بارز يعني هي المسألة بتاعت هو الإخوان خلصوا دا سؤال مهم يعني خلصوا ولا ما خلصوش وخلصوا دي اللي هي إيه يعني هل الإخوان توقفوا توقفوا عن بحث وخلق وسائل طول الوقت جديدة لهدم هذا المجتمع وللتشكيك في مؤسساته ولا لا فيه فرق ما بين آه والله دا فلان الفلاني مش عارف قائرة الشاطر محمد بديع الجن لازرق دول موجودين في السجن كل دا في إطار الهيكل الأعلى أو الطبقة العليا وبالمناسبة هي جماعة طبقية إلى أبعد الحدود بدليل على سبيل المثال أنه هما شابوا شبابهم الزغير مسلح في وقت اعتصامهم أمام مسجد ربعة العدوية ميدان الشهيد المستشار هشان بركات رحمة الله عليه وهنا بيعكس لك مدى طبقية الجماعة دا على سبيل المثال الحصر لكن هرجعك على هما خلصوا يعني الإخوان طول الوقت هيفضل يعمل لك إيه يحاول يجرك لمجموعة من المعارك الصغيرة فيجيب لك شوية من أراجوزاتهم اللي بيتفع لهم فلوس مجموعة الأراجوزات فأنت تبدأ تهاجم الأراجوز ارجع على الجماعة هي الجماعة فين وبتعمل إيه دلوقتي وإيه اللي بيحضر ويبيت في مقر الأمانة العامة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بقيادة إبراهيم مونير ومجموعته دا على سبيل المثال طيب هو ليه فيه انقسام في هذه الجماعة طب السؤال هل الجماعة فسدت بعد حسن البنة أو إنه جزء من الجماعة تم اعتباره مجموعة مارقة زي ما هو قال في بيانه الكاذب بالمناسبة يعني إنه المجموعة اللي عملت كذا وكذا وندون النظام الخاص وندون ما بيلتزموش وإنه دي مش أهداف الجماعة طب السؤال وهو حسن البنة نفسه نفسه بريء من صناعة هذه الجماعة بنفس عاقدتها هي هي اللي ما تغيرتش من وقت التأسيس في 28 وحتى هذه اللحظة طب هو حسن البنة نفسه بعيد عن أفكار حد زي أبو الأعلى المودودي على سبيل المثال في الهند وخد بالك على المسألة في الهند طيب وهل الجماعة هي معارضة يعني هل جماعة الإخوان دي معارضة ولا تنظيم إرهابي خد بالك إنه الجماعة أول ما بتتزنق يجي يقولك إيه بص إحنا خلاص نبزنا العنف وده الكلام اللي قاله حسن البنة طيب وبعد تنظيم 65 وسيد قطب وكل الكلام الفاضي ده حاولت الجماعة تظهر بشكل مختلف فراح عمر التلمساني قاعد مع رحمة الله عليه الرئيس محمد أنور السادات علشان يقنع أنور السادات بإنه إحنا جماعة مباركة طيبة والله ما عايزين حاجة سيبنا من إنه الله يرحمه رئيس أنور السادات صدق ده واقتنع بده لإنه كان عنده جاهزية فكرية اللي فكرت إحنا عايزين نخلص من الاشتراكيين والنصريين وما إلا ذلك لكن هو حصل خدعة فهنا الجماعة تعمل إيه على إيد عمر التلمساني إحنا طيبين والله فرئيس السادات الله يرحمه ويسيب لهم النقابات ويسيب لهم مش عارف إيه ثم نأتي بعد ذلك في مرحلة هي واحدة من أسوأ المراحل اللي ظن فيها القائمين إنه لقد إحنا نعرف نسيطر عليهم فسيبهم يخشوا بس في انتخابات 84 في مجلس النواب 84 في مجلس الشعب أنا زيك وسيبهم يخشوا فيما بعد ذلك في مجالس منتخبة وأصلا لازم نسيب لهم مساحة علشان يتحركوا فيها فتبدأ الجماعة تخش تاخد هي من أدوار الدولة لأن الدولة وقتها فترة التمانينات والتسعينات لحد 2010 سيب الدنيا لحد 2011 سيب الدنيا فتبدأ الجماعة تقوم بدور وزارة الأوقاف لأنها بتسيطر على مساجد وزوايا وتبدأ الجماعة تقوم بدور الصناديق اللي من شأنها واللي هي مثلا كانت وقتها وزارة الشؤون الاجتماعية الصناديق والمؤسسات اللي من شأنها إن هي تاخد بالها زي ما أنا دايما نوصف كده وزارة التضامل الاجتماعية دي وزارة الغلاب اللي من شأنها إنها تاخد بالها من الفئات الأكتر احتياجا في المجتمع فتلاقي الجماعة اللي بتعمل ده واخد بالك الجماعة ما بتعملش ده بفلوس ومع ده بتعمل بفلوسك يعني أنت كنت تصلي الجمعة على أيامنا بالمناسبة تصلي الجمعة أول ما بتخلص الصلاة تلاقي واحد معادي يقولك تبرعوا لبناء مش عارف المسجد تبرعوا لتوسعة المسجد تبرعوا علشان نشتري سجاجيت في المسجد تبرعوا علشان نجيب مصاحف في المسجد هو ما كانش بيعمل أي حاجة للمسجد هو بياخد الفلوس دي ويبدأ يوجيها لفئات أكتر احتياجا طب الفئة الأكتر احتياجا شايفة مين اللي دفع بتاع الجماعة عمليا هي فلوسك انت مش بتاعتي الجماعة ولا حاجة ويسيبت لهم بقى معارض السلع المعمرة في النقابات فانت تزود في صرواتهم وتسمح لهم بذلك وتقول معلش معلش والدنيا بس ماشية أهم شايلين من على كتافنا حمل هو ما كانش بيشيل عن كتافك حمل ولا حاجة هو قاعد عمال بيسيطر على المجتمع ويقوم بدور اللي المفروض تقوم بي تقوم بي مؤسسات الدولة وقتها فيبدأ المواطن العادي أهلينا وأريضنا في الأرياف في المدن حتى في بعض المناطق المناطق هي الأكثر احتياجا هي أولى دايما بالرعاية يبدأ يشوف ايه يشوف الرجل اللي داخل عليه كده زي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رحب يا رحبنا ان ابننا محمد مش عايف كان عايز ايه والله دي بس مساهمة مننا كده ايه مش مساهمة منهم كده دي مساهمة من جيوب نحن بس هو شايف مين مثلا شايف البلتاجي وانا انا متعمد ما اذكرش من توفو يعني خلاص كله عند ربنا سبحانه وتعالى وبالمناسبة دي الفروق اللي ما بيننا دايما وما بين الجماعة واخد بالك طيب فهرجعك على مسألة او انت متصور انه الجماعة اللي طول الوقت في وقت ما تطلق عليها هي المحنة معنوم حاجة اسمها المحنة الكبرى فما تطلق في الوقت اللي بتعتبر فيه انه هي وقعة في مرحلة محنة كبرى طول الوقت يعملوا نفسهم حمائم عند التمكين يبقوا سقور زي ما حصل وقت ما استولوا على الحكم في مصر سقور في شزار سقر الله ده السقر اشرف بكتير كويس مجموعة من الضواري يبدأوا ينهاشوا في اي حاجة ضباع يعني انا في رأي دايما ان الضابع ده من احقر المخلوقات يعني معندوش اخلاق كده معندوش مبادئ المهم انه فيتحولوا الى مجموعة من الضباع وبعد شوية ييجي عشان كده تلاقي تسمع ايه مثلا من وقت التاني يقولك ايه والله ده احنا يا جماعة خلاص احنا تعلمنا الدرس ده كلام بيدور دلوقتي احنا تعلمنا الدرس والله ولاقينا انه الناس اللي كانت بتقود الجماعة ذهبت بها الى يعني مرتقن صعبا وانه علينا ان احنا ننبذ هذه الطريقة في التفكير وانه لا مغالبة مغالبة مين يا ابن الناس مش عايزاك لكن هو لازم يتمسكن طول الوقت علشان يخليك تصدق انه في تغيير فكري حصل في الجماعة ومن ثم هيبقى في تغييرات هيكلية بتحصل في الجماعة وانه الجماعة دي جماعة طيبين وخلاص يا جماعة واحنا عايزين نلعب سياسة بقى ونبدأ نخش جوه المجتمع علشان نبدأ نخش تاني جوه انتخابات ونلعب في المحليات ونلعب بعد كده في البرلمان وهكذا لا احترس الشر يقف وراء الباب مش في اخر الطرق نعرف انت على المقابر بتاعة المصريين القدماء كان يقولك يعني لا تفتح هذا الباب كان يكتبه كده لا تفتح هذا الباب فالموت يرفرف بجناحيه السمين وراء هذا الباب اهو بالزبط كده لو فتحت الباب للجماعة هتلاقي السم الموت يرفرف باجنحته السم الجماعة تقف وراء الباب وقفلك على العتبة بالاجنحة السم جاهزين وانت تقعد بص على السوشل ميديا هتشوف الجماعة بتشتغل ازاي طول الوقت هتقعد تشاكك طول الوقت هتحاول تفقدك السقة في المؤسسات طول الوقت هتحاول تسفه من اي منجز تسفه من اي مشروع عظيم طول الوقت وبعدين تبدأ تشتغل على مسألة الاغتيال المعنوي فيشوه لك الناس كلها فتبدأ انت تبص ايه طب ماهو دا للناس للأسف بعض الناس راحت انتخبت هذه الجماعة وممثليها ووجهها التعيسة العكرة دول بتوع ربنا بتوع ربنا هو احنا كلنا ملك رب العباد بتوع ربنا ازاي يعني يعني عايز تقول لي ان هم كويسين طب كويس ازاي ما هم بتوع ربنا دول هم اللي قتل وفلان 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 وفجروا علان وعلان 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 ما بتوع ربنا دول اللي عملوا كذا في الصعيد وبتوع ربنا دول اللي عملوا كذا في سينة وبتوع ربنا دول اللي عملوا كذا على حدودنا مع ليبيا وبتوع ربنا اللي منش في شارع رمسيس يضربوا نار على الناس في البلكونات أصلي خلاص بقى دول خلاص دلوقتي في مجموعة مختلفة وفي أجيال جديدة يا سلام والمجموعة المختلفة والأجيال الجديدة تربط على إيد مين على إيد القتل دول على إيد المجرمين دول وهي هي نفس المراجع وهي هي نفس الكتب وهي هي نفس طريقة التفكير والمعاملة بطريقة تصلحنا في المحنة فيتمسك وبعدين لقدر الله إن شاء الله عمره ما يتمكن فلا تترك الباب ولو موارب باش أقولك وتفتحش الباب ولا تواربه خالص عليك دايما أنك أنت تبقى جاهز طيب والأجيال الجديدة يعني الولاد اللي تولدوا في 2011 أو اللي كان عنده 4 سنين و5 سنين و6 سنين ولا 3 سنين دول عمليا في مرحلة لحد هذه اللحظة الكبير فيهم عنده 18-19 سنة ده ما شافش حاجة من الجماعة ما يعرفش فيصبح واجبا علينا بل هو إلزام وواجب حقيقي إنك تفهموا إيه هم الجماعة لأن الولاد دول وارد بعد شوية خلاص العائل دي في الجماعة دلوقتي أو دخلين الجماعة أو بعد شوية هيخشوا الجماعة أو هيسافر يروح مثلا إذا كان الحال متيسر ولا فيه منحة حلوة فيسافر له إنجلترا ولا أمريكا فهيقابل عناصر من الجماعة جوا الجماعات هناك وجوا بعض المراكز البحثية وجوا الشغل ويعودوا يلعبوله في دماغه فلازم بقى وهو متحصن واخد الفكسين بس المرة دي مش فكسين الكورونا فكسين ضد الجماعة لازم ياخد اللقاح إنت عليك دور في البيت إنك إنت تفهم أولادك كويس ما ترتحش للدرجات دي يعني ما إحنا خلاص بقى لا حصن بس العيال لأنه لما ما تحصنوش قبل كده الناس اللي صغر مننا شوية نكلم بلك على رأي حتى بارد ويدار قال لي إحنا يمكن الجيل بتاعنا كان عنده حصانة ما نتيجة حاجات كتير كانت حصلة على أيامنا يعني وهنبقى نشرحها بس اللي بعدك كده لقى ده مش متحصن ولا حاجة فعشان هو مش متحصن ولا حاجة قال لك رفاق الميدان ميدان رفاق ميدان إيه إمتى يعني حصلت إزاي فأني هي لحظة فلحظة الاستلاء فلحظة الركوب لازم نحص إنت أب وأم رب الأسرة حصن ولادك كويس بأكتر من طريقة ونقعد نتكلم بس جزء منها تعالى نفهم مين هم الإخوان وهياكلهم وأفكارهم وبيشتغلوا إزاي وفترات المحن وفترات التمكن وفترات الالتفاف والمراوغة وعلاقات هذه الجماعة حتى اللحظة بمؤسسات كبيرة بره وأحيانا بحكومات ورجال دولة بر وهكذا بيشتغلوا إزاي